سأقول له Like يشابه طيب بهذا الشكل و سأقول له Search كلمة البحث سأقوله مليمين مية في المية و مليسار مية في المية معنات الامية في المية بهذا الشكل يعني تكون متطابقة في جميع الجدول يعني يبحث في جميع الجدول في جميع الكلمات يبحث عن الكلمة معناتها بهذا الشكل لكن إذا قلت له بهذا الشكل هذه معناتها أنه أبيك أنك تبحث فقط من أول الجدول من يسار الجدول أما بهذا الشكل طيب و ما كان فيه هنا امي في المية هنا معناتها من يمين الجدول ابحث فقط هنا معناتها ابحث الجدول كاملا عن الكلمة الموجودة فأنا قلت له where name like search طيب عن هذه خطوتي الآن الآن سأجي إلى العملية أقول له أمم سأقول له أدد الحقول أدد الحقول الموجودة أدد الحقول الموجودة المضافة في قاعدة البيانات أنا وضعت هذه الدالة على أساس بتحقق إذا ما كان يعني إذا كان عدد النتائج مثلا أغل من ناتج واحد مثلا يطبع له لا توجد نتائج يعني إذا ما كان فيه نتائج أوكي فراح أقول له if إذا ما تعرف عمليات هذه الدوال أتمنى أنك تراجع الدروس اللي فاتت ومضت لأن هذه الدوال إذا أنت ما تعرفها هذه مشكلة أوكي فراح أقول له if راح أقول له num كان أصغر من 1 أوكي راح أقول له مثلا خلونا نجيب هذا راح أقول له هذا عني سلاش راح أقول له مثلا echo not مثلا found results لا توجد نتائج لا توجد نتائج طيب هون راح أقول له else الelse راح أقول له while ركزنا هذه الif داخل ايش؟ داخل else كبيرة اللي هي آخر واحدة بعد ما تحقق من الاسم وطول النص أوكي طيب فراح أقول له else هون راح أستخدم في الelse راح أقول له while راح أستخدم ال while في العملية أوكي قبل هقول له while راح أقول له echo مثلا راح أقول له results النتائج بهذا الشكل طيب وراح أقول له مثلا break النتائج وراح أقول له في ال while راح أعمل row راح أقول له row يساوي mysql underscore fetch بهذا الشكل من وين من data من العملية اللي هي data أوكي راح أجي راح أقول له هنا echo اطبع لي مثلا راح أقول له row راح أقول له row مربع أبي اطبع لي مثلا id نقطة مسافة مثلا نقل له سهم يعني dash dot اطبع لي مثلا row مثلا name هذه الأسماء من أين نجيبها من أسماء الجداول اللي ما يعرف أيضا هذه العملية أو مصفوفات اللي تجي مع mysql fetch array أو object يراجع أيضا دروس اللي فاتت أوكي طيب راح نقول له dot مثلا راح أقول له هنا آآ مثلا 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 email أوكي email راح أضع له هنا راح أقول له row بهذا الشكل راح أقول له أوكي أسماء الجداول موجودة عندي ورح يطبقها أكثر من مرة راح أقول ل break إذا كانت أكثر من نتيجة أوكي راح يطبع أكثر من نتيجة هذه الفكرة هنشوف أكيد في أخطاء ليس هنا نحن هنا refresh ما عندي أي أخطاء طيب راح أقول له مثلا هون تجيب لي clubers راح أقول له search كما تلاحظ طبع لي ناتج واحد clubers و email clubers كما لاحظ عندي أنا clubers clubers at gmail ولا ما خلافة إذا أصبحت عندي عملية بحث أوكي مثلا نقدر أقول له هنا فوق راح أقول له إكو مثلا آآ أساسي سوي حركة يعني جميلة راح أقول له إكو to مثلا آآ my search أو مثلا my little search board يعني كأنه جوجل كيف بدل تقول له جوجل بس مصقر فرح أقول له HR هاتش 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 فرح أخبر ندفع بهذا الشكل طيب refresh كما تلاحظ كأنه عندك محرك بحث في موقعك تكتب أي كلمة خلونا نشوف إذا لم كان عندي أي كلمة طيب ستلاحظ not found results أعطاني الخطأ الثاني إنه ما في أي ناتج للبحث خلونا ندور عن شيء مثلا ندور على يوسف فراح أقول له هنا رح أقول له يوسف كما تلاحظ result طبع لي النتائج لو عندي أكثر من ناتج يعني رح يتبع لي النواتج وراء بعض ما أعطيني الـ ID والاسم والإيميل يعني مثلا خلوني أضيف ناتج ثاني رح أقول له insert طيب خلوني أضيف شيء هنا رح أقول له مثلا يوسف لكن هذه مرة أغيري ميلا مثلا بقول له مثلا هذا جيميل جيميل رح أقول له أيضا عندي يوسف بس عساسة أوضح لك فكرة إذا تلقى أكثر من ناتج مثلا رح أقول له أحمد بن السن رح أقول له بس قاعد أوضح لك فخلونا الآن نقول له يوسف حقون يوسف رح أقول له search كما تلاحظ أعطاني النواتج بهذا الشكل إذا قدر يعطيني أكثر من النواتج حتى فوق شوف الرابط كيف صار أعطاني كأنه رابط تقدر تاخذه كوابي مثلا تعطي أي واحد من الأصدقاء يدخل على موغعك على نتائج اللي تلعب عندك هذا هي فكرتها وفكرة البحث وفكرة العملية كما نلاحظ البحث سهل طيب يجيني واحد يقول إذا كنت ببحث في حقلين يعني في مكانين تقدر تبحث في مكانين عن طريق كلمة or عن طريق or يعني تقدر تقول له هنا or بهذا الشكل or عفوا تقول له or mail like على سبيل المثال تقوله like ثم نقول like capital like بهذا الشكل خبعنا ننزل هذا كله بهذا الشكل عصاسي وضح عندكم في الشاشة like نقوله مثلا 100% مثلا search okay control save إذا إيش قلت لهنا or يعني وإذا كان البحث موجود أيضا في جدول like التالي أوكي دعوني أبحث مثلا عن كلمة الآن دعوني أعمل نرى إذا لا يخطأ لا يوجد أخطأ لكن ترى كم ناتج يعطاني أكثر من ناتج أوكي دعوني أدور عن كلمة مثلا مثلا نقول له at أوكي search ستلاحظ أن أعطيني أكثر من ناتج لأنني استخدمت at مثلا أقول له مثلا أيضا أعطيني نفس الناتج لأنني استخدمت like search هنا خطأ search 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 بهذا الشكل أكي دعوني أكثر من خطأ دعوني أعمل search أقول يوسف search كما تلاحظ أعطاني النواتج يلي فيها يوسف خلوني أقول مثلا خطأ 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 نحن و أو من ميل أو من أي شيء ثاني هذا هي فكرة البحث وفكرتها سهلة وما أعتقد أنها فيها صعوبة أنا أتوقع أنه ما في أي دالة جديدة كل الدوال القديمة إذا ما كنت تعرف هذه الدوال أو طريقة تعامل مع هذه الدوال هذه تعتبر مشكلة لأن هذه الدوال سهلة وأنا سبق وأن شرحتها وأنا أقعد أشرح لك على سريع لأن أنت وصلت إلى مستوى مو محتاجة أني أقعد أشرح لك خطوة بخطوة لأن كل شيء واضح عندك وهذه السؤالات اللهم أني قاد أعطيك الفكرة لطريقة العمل والأشياء الجديدة الجديد اللي خلناه هو Like في العملية وأيضا Or في العملية وطريقة استخدام النسبة المؤوية للبحث عن الناتج هذا هو درسنا اليوم وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته